موسيقى أرحب بكم مجددا في درس آخر من سلسلة دروس تعليم لغة إسبانية لمبتدئين بالنسبة لمن يسبق له مشاهدة باقي حلقات هذه السلسلة أدعوكم للاشتراك وتفعيل جارة لتتوصلوا بكل المنشورات محتوى هذه الحلقة سيكون تثقيفي أكثر مما هو لغوي وقدرت أيت أن أقوم كل مرة بقسام معكم هذا النوع من المعلومات لإغناء هذه السلسلة وتنويعها كلنا نعلم أن اللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية لمملكة إسبانيا لكنها ليست اللغة الرسمية الوحيدة لهذه البلاد حيث أن اللغة الكاتلان ولغة الجاييغو ولغة الأويسكرا ولغة الأرانيس هي أيضا لغات رسمية بموازات مع الإسبانيا أو بالأحرى القشتالية لكن هذه الأخيرة هي الأكثر تداولا بين الإسبان أما باقي اللغات تبقى حكرا على بعض المناطق التي تستعمل فيها أولا كلغة أولى سندكره في هذه الحلقة لدينا لغة الكاتلان بالنسبة للغة الكاتلان تستعمل في ولاية كاتلونيا وفي ولاية الكومونيزات بالينسيانا وكذلك في جزر الباليار بالنسبة للغة الجاييغو فيتحدث بها سكان ولاية غاليسيا وهي أقرب من حيث النطق إلى اللغة البرتغالية بالنسبة للغة لويسكرا فهي منتشرة في شمال إسبانيا وبالضبط في ولاية بايس باسكو وجهة شمال ولاية فرال دينابارا أما بالنسبة للأرانيس فهي لغة تفرعت عن الكاتلان وخاصة بمنطقة وادي أران أو البايي ذي أران المتواجد في منطقة جبال البرانس أو بيرينيوس بالإسبانيا ويتحدث بها كذلك في سكان منطقة لاريدا أو ليريدا بالإسبانيا وفي سياق آخر تضم الحروف الأباجدية للغة الإسبانية تقريبا نفس عدد حروف اللغة العربية بحيث تحتوي هذه الأخيرة أي اللغة العربية على 28 حرفا والإسبانيا 27 حرفا هذا علاوة على أن مخارج الحروف لكلتا اللغتين تبقى متقاربة بعض الشيء وقد يعود هذا إلى تأثير اللغة العربية في اللغة الإسبانية خلال وجود العرب في الأندلس وفي موضوع آخر تحتوي اللغة الإسبانية على أربعة أزمنة دي الماضي كل نوع منها يستعمل في زمن محدد من الماضي وهي كالتالي بخلاف اللغة العربية التي تضم نوع واحد من زمن الماضي وبهذا تعتبر اللغة الإسبانية من أعقد اللغات التي تفرعت عن اللاثنية كلنا نعلم أن في اللغة العربية نجد المفرد والمثنى والجمع عكس اللغة الإسبانية التي نجد فيها المفرد والجمع وعلى الرغم من ذلك توجد في الإسبانية كلمة تدل على المثنى وهي أمبوس وأمباس أمبوس المذكر وأمباس للمؤنث يقابلها على التوالي بالعربية كلا وكلتا كلا وكلتا وكمعلومة أخيرة فالدمائر الشخصية في اللغة الإسبانية لا تذكر خلال التحدث وهو ما يشبه استعمال الدمائر في اللغة العربية بحيث أن تصريف الفعل في زمن ما يفي بغرض تحديد ضمير الشخص المتحدث ولنا هنا بعض أمثلة كما ترون لم أستعمل الدمائر الشخصي في الإسبانية وكذلك بالطبع في اللغة العربية مثال آخر اشتريت ثيابا جديدة نفس الشيء هنا صرف الفعل في الماضي نفس الشيء لم أذكر الضمير لا في الإسبانية وكذلك بالطبع في العربية بهذا أكون قد أنهيته درسنا لهذه الحلقة شكرا على متابعتكم لا تنسوا إعجاب والاشتراك وإن كانت لديكم أي ملاحظات أو اقتراحات أو أسئلة لا تنسوا أن تتركوها لي في التعليق شكرا مجددا وإلى اللقاء شكرا